بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الخمسة الموازنة المرنة وتحليل الانحرافات أخذنا تحليل انحرافات التكاليف الإضافية المتغيرة في المحاضرة السابقة نأخذ الآن تحليل انحرافات التكاليف الإضافية الثابتة عند الانحراف الإجمالي يساوي التكاليف الإضافية الثابتة الفعلية ناقص التكاليف الإضافية الثابتة المحملة يحلل هذا الانحراف إلى انحراف منفاق وحجم حراف الانفاق اللي هو التكلفة لإضافية الثابتة الفعالية ناقص التكلفة لإضافية الثابتة المخططة يبقى فعالية نايس مخططة طيب انحراف الحجم يبدأ من حيث انتهي انحراف الانفاق يبقى التكاليف إضافية الثابتة المخططة ناقص التكاليف إضافية الثابتة المحملة برضو لو جمعنا الاتنين دون مع بعض مجموحهم يرجعك للانحراف الإجمالي اهو إجمع كده السابتة المخاططة دي بإشارة سالبة حتطير مع السابتة المخاططة اللي هي هنا بشارة مجابة يتبقى ليه هي اللي هي الفعلية دي ناقص لضافية السابتة المحملة اللي هو نفس القانون ده طب في طريقة تانية لانحراف الحجم ممكن نيجي بطريقة تانية ممكن نجيب انحراف الحجم بطريقة عن ايه معدل التحميل السابتة تفتح قوس ساعات تشغيل مخاططة ناقص ساعات تشغيل معيارية للإنتاج الفعلي او اكتفي بالايه بالقانون ده ناخد مثال تستخدمها المشاهد الصناعي نظام الموزنة المرنة في تخطيط ورقابة التكاليف الصناعي الإضافية وقد بلغت ساعات التشغيل المخططة 20 ألف ساعة والتكاليف السبتة المخططة 4000 ريال وقد بلغ حجم الإنتاج الفائل 6000 واحدة علما بأن ساعات التشغيل الفائل 17 ألف ساعة واحتياجات الوحدة من الساعات معيارين 3 ساعات والتكاليف السبتة الفائلية 3400 ريال المطلوب تحليل إنحرفات التكاليف الإضافية السبتة هل نحلل السبت في أشياء معينة لازم أحدتها لازم أجيب معادل التحميل الثابت اللي هو تكاليف إضافية ثابتة مخططة على مستوى النشاط المخطط نعوض البيانات معطة الإضافية الثابتة المخططة كانت معطة باربع تلاف ومستوى النشاط المخطط كان معطة ب20 ألف ساعة أسمهم يطلع عليه 2 من 10 ريال لكل ساعة يبقى دي أول حاجة جبناها معادل لتحميل الثابت لتكاليف الإضافية السبتة الفائلية دي 3400 معطة والتكاليف الإضافية السبتة المخططة 4000 برضو دي معطة الثابتة المحملة التكاليف الإضافية السبتة المحملة بتساوي ساعة ميارية الوحدة في الإنتاج الفائلي في معدل التحميل الثابت يبقى 3 في 6 في 2 من 10 3600 هنجيب بقى للنحراف الإجمالي اللي هي السبتة فائلية نقص السبتة المحملة يبقى نعوض 3400 نقص 3600 طلع 200 بالسالب يعني في صالح المنشئة حيحلل إلى انحراف الإنفاق اللي هو التكلفة الإضافية السبتة الفائلية ناقص التكلفة الإضافية السبتة المخططة دول موجودين عندي 3000 رغمينة ساعة 4000 يطلع الستمية سالب يعني في صالح لأن حاجة انحراف الحجم اللي هو التكلفة السبتة المخططة ناقص السبتة المحملة 4000 ناقص 3600 يطلع 400 بالموجة بالموجة يعني إيه؟ في غير صالح طيب نتأكد حاليا صحة ولا غلط إزاي؟ نجمع لتنين دول مع بعض لازم يديك الانحراف الإجمالي تعني نتأكد كده؟ نجمع كده الانفاق منطلع 600 بالسالب والحجمة 400 بالموجة الإشارات مختلفة يبقى نطرح وناخد إشارة الكبير الفرق ما بين 600 و 400 200 طيب يتدول إشارة موجبة ولا سالبة؟ السالبة هو الأكبر يبقى سالبة 200 سالبة هو نفس الإنحراف الإجمال نشوف تمثيل البيانات دي نعمل لو كد generals co واحدة واخر واحدة اديك الانحراف الاجمالي 200 بالسالب. لو الفرق ما بين اول واحدة وتاني واحدة انحراف الانفاق 600 بالسالب. تاني واحدة وتالت واحدة انحراف حجم 400 بالموجب.